اشتركوا في القناة ومطالبته بإنهاء الاحتلال ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أهمية كبيرة اكتسبتها القمة الخليجية الرابعة والأربعين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة ترقبتها أعين العديد من المحللين والمنظرين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد نظرا لما يحيط المنطقة العربية والعالم من تحديات متفاقمة وبؤر أزمات متقدة وصراعات تهدد أمن وسلم واستقرار دول المنطقة برمتها وقد بلغت أهمية القمة مبلغا كبيرا بحضور أصحاب الجلالة والسمو قالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ومن ينوب عنهم بصورة تؤكد نمط ترابط وتماسك العلاقات الخليجية الخليجية على مر التاريخ قمة دول الخليج العربية ناقشت لعديد من الموضوعات المحورية وركزت على مخاطر توسع الصراع في غزة إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط حيث أكد إعلان القمة أن موقف الدول الخليجية ثابت تجاه القضية الفلسطينية بحل الدولتين وهو الموقف الموحد الذي لطالما أكده القادة حفظهم الله ورعاهم دعما لقضية العرب والمسلمين المركزية علاوة على الإدانات المباشرة والصريحة للانتهاكات الصارخة الواقعة في غزة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق القمة ناقشت كذلك العديد من الموضوعات الأمنية المشتركة نظرا لما يشكله التعاون الخليجي من خصوصية فريدة في وحدة المصير المشترك الذي يحتم التعاضد والتكاتف المعهود إذ يعد أمن واستقرار دول الخليج العربي هو مسؤولية جميع الدول في توحيد الجهود والمساعي البناءة لضمان استقرار ونماء ورخاء مجتمعات الدول الأعضاء كما خرج عن القمة توافقات جديدة تركز على أهمية تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين الدول الخليجية في إطار مسارات التنمية والتقدم التي حققت من خلالها الدول الأعضاء العديد من المنجزات الكبيرة وما باتت تشكله من ثقل اقتصادي عربي وعالمي كبير خصوصا فيما يتعلق بقطاعات الصناعات النفطية إضافة للجهود الدبلوماسية الدولية الكبيرة المبذولة من مختلف الدول الأعضاء في تعزيز دور ومكانة المجلس على مستوى المنطقة والعالم المترجمات للقم للعمل اشتركوا في القناة شكرا